وإلى مجموعة من الأخبار المنوعة التي اختارها فريق إعداد البرنامج نبدأ من ألمانيا حيث حمل غلاف صحيفة بيلد الألمانية صورة لأسماء الأسد بعنوان سيدة سوريا الأولى الأم القاتلة وقالت الصحيفة الألمانية الواسعة الانتشار إن أسماء الأسد تسعى للترويج لصورة الأم الراعية واستعرضت الصحيفة في تقريرها ما أسمته الجانب الخفي من حياة زوجة بشار الأسد فذكرت أنه في حين يموت ألف السوريين في الشوارع طلبت السيدة السورية الأولى أثاثا من باريس عبر الإنترنت وبينما يقتل زوجها الأطفال السوريين بالبراميل المتفجرة ترسل هي أطفالها إلى أفضل بدارس مونتسوري واختارت منظمة سلام بلا حدود الدولية الممثل السوري مازن الناطور ممثلا لسوريا في المنظمة وسفيرا للسلام باسمها ونشر الناطور تسجيلا مصورا عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك معبرا عن أمله في أن يعوم السلام في الوطن العربي وأن ينجز المهمة التي أوكلتها إليه المنظمة على أكمل وجه تم التشريفي مؤخرا بأن أكون ممثلا لبلدي سوريا في منظمة سلام بلا حدود منظمة إنسانية تسعى لأن يحل السلام في كل أسقع الأرض وبلا حدود وأن دائما السلام هو يكون الحل الأول وأن يكون الأولوية الأولى في النزاعات وفي الصراعات اللي بتصير بين الناس في كل أسقع الأرض تجنيب البشري والإنسانية ويلات الصراعات المسلحة والدموية واللي منشهد الآن أهم مثال إلها في سوريا بلدي اللي بيعاني من ثمان سنوات من حرب مسعورة راح ضحيتها مئات الآلاف اللي لم ينقل ملايين من المشردين ومن المهجرين ومن المعذبين في كل أسطع الأرض ونتمنى نحن أيضا للفنان مازلنا نغطورة توفيق في هذه المهمة بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا نعود ونلقاكم غدا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر